هنا قمة العشرين برئاسة السعودية التعاون والمشاركة ومواجهة التحديات التي تحيط بالعالم هي أهم المستهتفات استشعار ومسؤولية منذ اللحظة الأولى لعام الرئاسة أصحاب الفخامة السيدات والسادة ستوزول المملكة العربية السعودية رئاسة مجموعة العشرين في ديسمبر هذا العام وهنا نؤكد عزمنا على مواصلة العمل لتحقيق التقدم المنشود في جدول أعمال المجموعة وسنعمل مع كافة الدول الأعضاء خاصة أعضاء الترويكا دولتين اليابان وإيطاليا لمناقشة القضايا الملحة في القرن الواحد وعشرين للتعزيز الابتكار والحفاظ على الأرض ورفاه الإنسان وإذن نشيد بالتقدم الذي حققناه في السنوات الماضية على السعيد الاقتصادي فإن علينا أن نسعى جاهدين للوصول إلى الشمولية والعدالة ونتحقيق أكبر قدر من الرخاء ويظل تمكيل المرأة والشباب محورين نفسيين لتحقيق النمو المستدامة وكذلك تشجيع رواد الأعمال ومنشآت الصغيرة والمتوسطة ولضمان الاستدامة فسوف يكون موضوع التغيير المناخي والسعي لإيجاد حلول عملية ومجدية لخفض الانبعاثات من جميع مصادرها وتكاليف أثارها السلبية على كوكبنا الغالي وضمان التوازن البيئي في العالم من أجندتنا تحت رياس مملكة المجموعة اغتنام فرص القرن الحادي والعشرين للجميع هو هدف لقمة هذا العام والذي يبحث في ثلاثة محاور رئيسية عن تمكين الإنسان والحفاظ عن أكوكب الأرض وتشكيل آفاق جديدة طمعا في تهيئة الظروف لتمكين الأفراد من الذكور والإناث للعيش والعمل والإزدهار وتعزيز الجهود في تأمين الغذاء والماء والحفاظ على الطاقة والبيئة والمناخ والاعتماد على الاستراتيجيات التي تعزز الابتكار والتقدم التكنولوجي تمكين الإنسان يأخذ مساحة لإتاحة الفرص العلمية والتعليمية ودعم المرأة ومضاعفة الجهود نحو ما يحقق التنمية المستدامة وأهمية الرعاية الصحية والاهتمام بالمجالات السياحية والتعاون التجاري والاستثماري وعما يخص كوكب الأرض فضبط الانبعاثات من أجل تنمية مستدامة ومكافحة تدهور الأراضي والمواطن الطبيعية وحماية المحيطات وتعزيز استدامة ومتانة نظم المياه العالمية وتعزيز الأمن الغذائي والحصول على طاقة أنظف وأكثر استدامة وبتكلفة أقل للحد من الفقر وتعزيز النمو الاقتصادي وعن تشكيل أفاق جديدة فتعزيز التعاون في مجال الفضاء ومكافحة الفساد وتمكين الاقتصاد الرقمي وإيجاد حل عالمي مشترك لمعالجة التحديات الضريبية الناشئة عن رقمنة الاقتصاد والاستفادة من التقنيات في البنية التحتية وتطوير المدن الدكية ومعالجة دخول الشركات التقنية الكبيرة في المجال المالي ولتستند هذه القمة برئاسة السعودية على ما يشكل مستقبلاً فريداً لشعوب العالم بوجود أصحاب القرار يوسف الغنامي MBC ترجمة نانسي قنقر